بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا أعزاء المشاهدين الأصدقاء الأوفياء المخلصين السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة وفكر جديد وأحلام وأمنيات سعيدة مع برنامج كلام سليم هنفتح الملفات وهنسمع الصرخات وهنحاسب المقصرين من المسؤولين وهنرجح حق المظلومين وهنطيح بالفاسدين اسمحوا لي في البداية وهني العالم والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف على العموم والشعب المصري والعربي على الخصوص في هذه الذكرى العترة ميلاد الحبيب المصطفى يا سيدي يا رسول الله ولدت مبرأاً من كل عيب كأنك كد خلقت كما تشاء فدونك لم ترى قط عيني ومثلك لم تلد النساء النهاردة حلقتنا هكون مميزة شوية هكون عن الانتخابات البرلمانية عشرين عشرين وطبعاً كان فيه المرحلة الأولى اللي تمت أول أمس هو أمس وبانت النتيجة بتاعتها ولسه الإعادة فالنهاردة معانا ضفتنا العزيزة عن دائرة أجا الأستاذة مروة عبد الشافي شرفتين يا فندي منورتين طبعاً عاوزين نقول إن الانتخابات البرلمانية دي احتفالية كبيرة الشعب المصري بيقوم بيها علشان يكون فيه انتخابات نازيهة علشان نختار اللي هيمثلنا في مجلس النواب الموضوع كبير ما هو الصغير لازم الناخب يبقى عارب إنه عليه ضور رئيسي في اختياب النائب اللي هيمثله لإن دا بيترتب عليه المصالح اللي هيقوم بيها النائب وهيطالب بحق الناخب وبحق الشعب الأستاذة مروة كلمين عن حضرتك كده الأول عوزين نعرف السادة المشاهدين مين هي الأستاذة مروة عبد الشافي فضل يا فندي بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله صدق الله العظيم أنا اسمي مروة مصعد محمد عبد الشافي شهرتي مروة عبد الشافي بنت ميت أبو الحارس أجا دا قهلية تاني حاجة خبرات العلمية أنا مساح درست المساحة العامة المساحة العامة بتشمل الري والصرف المساحة والصصلاح الأراضي والمنشآت والمساحة الجوية أهلا بحضرتك طيب عاوزيني أستاذة مروة تكلمنا وتكلم السادة المشاهدين وبالأخص دائرة أجا برنامج حضرتك الانتخابي برنامج الانتخابي بيشمل الصحة والتعليم والمواصلات بيشمل كمان الزراعة بيشمل طرقه الكباري البطالة هناخد نقطة نقطة نشح مع حضرتك أول حاجة هنقول المشكلات إيه اللي موجودة في الدايرة اللي الشعب بيشتكي منها أو أهل الدايرة بيشتكوا منها أو في عجز أو في نقص في الدايرة منها أول حاجة هنقول دلوقتي هنتكلم عن الصحة دي أهم حاجة دي الصحة أيوة في المستشفيات في مركز أجا ينقصها المستلزمات الطبية مش موجودة ينقص المستشفى العام في دايرة أجا أول حاجة فيه نقص في الحضانات فيه حاجة تانية إنه جهاز الأشعة المقطعية مش موجود جهاز الرنين مش موجود دي أحاجات أنا طلبها ربي كرم ودخلنا المجلس أكيد إحنا هنسعى فيها إن شاء الله عشان تكون متواجدة في الدايرة فيه حاجة حضرتك برضو لازم في كل كاريرا يكون فيه وحدة إسعاف لأن ما فيش وحدة إسعاف تمام ما فيش وحدة مطافي تمام ما فيش تخصصات في الوحدات الصحية الوحدات الصحية يعبر عن واحدة للتطاعمات تمام يعني مفروض تكون مستشفى مصغر لمستشفى العام والله هو ده بقى يبدوركم إن شاء الله يعني طبعا عنينا كتير طبعا ألاي دكتور أسنان في فيروس كورونا المستجد عنينا طبعا في موضوع المستشفيات والالتزامات الطبية بالنسبة للتعليم ينقص مركز أجا أو دائرة أجا كلها ما فيش مدرسة زراعة يعني عندنا الطلبة بيروحوا مدرسة في ميت غمر بيصب عليهم مواصلات وتوفير للوقت أكيد طبعا أكيد ومجهود لما يكون في مدرسة زراعة في مركز أجا هيقدم أهل الدائرة كلها تمام بينقص دائرة أجا اللي هيخدم على الدائرة كله في المركز ما فيش مدرسة طمريض تمام مدرسة الطمريض فيه موجود للبنات لكن ما فيش مدرسة للبنين نعم فالحاجات دي أنا طلبتها أو أني أنا هطلوها في البرنامج بتاعي عملت كشف للدائرة كله نعم كله الكرة محتاجة إيه سواء في الصحة سواء في التعليم سواء في الخدمات يريد تريد إعداد بس الفيديوهات بتاع الأستاذة مرو وأثناء ما إحنا بنتحدث تكون موجودة قدامنا أو طيب بالنسبة للخدمات في دائرة أجا في عندي شهر عقاري في المحكمة أجا لكن إحنا دلوقتي طلبين أن يكون في شهر عقاري في كل الوحيدات المحلية اللي موجودة في كرة المركز ليه حضرتك؟ عشان التكدسات كمان ويخفي للعب من وقت الناس ويخفي كل حاجة لكن الناس دلوقتي وتروح حضرتك ممكن فترة صباحية ممكن مسائية ممكن يومين ثلاثة على ما تعمل توكيل أو تخلص أوراقك تمام فده يخفي للعب على الناس وهيريح المواطنين من أنه ينتقل من المركز أكيد طبعا في الخدمات برضو حضرتك فيه حاجة مهمة جدا تمام لكن ما عنديش في الكرة مكينات صرافة نهائي فيه ناس كبار سن فيه أصحاب معشات أكيد أنا كاتبة في البرنامج بتاعي إن إن شاء الله نطلب نكون فيه مكينات صرافة أكيد فيه كل مكاتب البريد يكون قدامها مكينات صرافة تمام تسهيلا على التكدس في المدينة تمام وكمان على الناس اللي هم اللي سنهم كبيروا ما أقدرش يروح من القرية للمدينة تمام طيب فكرت في حاجة مشروع بالنسبة للكرة إن إحنا نعمل سوق تجاري في الكرة ديت ينشط اقتصاد الكرة لأن الكرة حضرتك في اقتصادها تعبان جدا إحنا برضك عاوزين نعرف الأستاذة المشاهدين وأهالي دائرة أجا إن الأستاذة مروة عبد الشافي صاحبة مؤسسة مروة كربت فضل مؤسسة مروة كربت بتشتغل في مجال السجاد تمام طيب أنا أقول لحضرتك إن إحنا محتاجين سوق وأكشاك للباع الجائلين طيب تسمحي لي ناخد المكالمة وبعد كده نكمل تفضل يا فنديم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا أستاذ محمود يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا منعورين الشاشة والله العظيم الله يخليوك بجد بجد والله منعورين الشاشة عاوزين نعرف حضرتك بقى من 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 محافظة ده أهلية أنا عامل قرية اسمها طنامل الشرقي طنامل أهلا وسهلا طنامل الشرقي طبع مركز أجا وتابع برضو لتدائرة الأستاذة مروى أنا عاوزك بس اتوطي التلفزيون واتكلمنا من الهاتف لو سمحت باتفرج على القناة وباتفرج على البرنامج يعني أنا مستني من الصف تمام تمام أنا عارف أن أهالي الدائرة بيحبوا الأستاذة مروى عبد الشافي أنا عارف والله بص يا أستاذ محمود مقدرش أقول لك مقدرش أقول لك كل الناس كل الناس لما الأستاذة مروى رشحت نبتها كل الناس رحبة تقديوا كل الناس مصفة جدا جدا أنا عندي علمي كمان أن حضراتكم اللي مرشحينها مش هي اللي رشحت نفسها أيوة أيوة لأنها هي يعني هي مننا هي حاسة بمشاكلنا هي حاسة بكل حاجة احنا عايزينها يعني مش سكنة برج عالي هي وسط الناس تسامعني يا أستاذ محمود تمام معاك تفضل آه فهي عشان هي حاسة بمشاكل الناس وهي دايما في وسط الناس وزي ما حضرتك لسه ايه الحالة ان هي عندها مؤسسة فدايما بتتعامل مع الناس وبتتعامل مع الشعب فدايما محتكة بالناس فأيه أكيد عارفة كل مشاكل الناس يعني شكرا لحضرتك شرفتنا ونورتنا وطبعا انت موجود معنا وهتابع الحلقة ان شاء الله اتفضل يا أستاذ محمود برده احنا بنطلب ان يكون في حضيقة الأطفال في الكرة مجهزة بكل طرق الترفيه تمام لان طفل القرية حضرتك محروم من حضيقة الأطفال عشان يلعب لازم يروح يعني ممكن يطلع فصحة في العيد في المدينة تمام طيب بقيت السنة طيب ممكن يلعب في الشارع حاجة تغبطه يتعور فمحروم ان هو يلعب ده مش هيكلف الدولة حاجة انا عندي في الكرة عنده طرق فكرت فيها ان انا مش مش هحتاج من الدولة انها تردينة أرضية ان انا اعمل عليها مش هحتاج من الدولة انها تبور لأرض زراعية لا انا فكرت في حاجة مشروعة بصفة مساح ان انا هغطي الطرق والمصارف واعمل عليها سوق تجاري اعمل عليها موقف العربيات اعمل عليها حضيقة أطفال اعمل عليها مكتبة ده هينشط للناس تجاريا وهيرفع عن الشباب ويرفع عن الأطفال طيب عندي حضرتك هنا انا عندي مراكز شباب في كل الكرة مش هقول انها مش موجودة بس شبيهة انها مش موجودة موجودة ومش موجودة زيها زي حاجات كتير او موجودة برضا مراكز الشباب ما فيهاش صلاة للألعاب ما فيهاش الملعب موجود لكن مش متنجل ما فيهاش صلاة ان هو يلعب رياضة ما فيهاش اي حاجة ان هو مجرد حيطان ومباني كبير وفي الأرياف عندنا الدنيا واسعة والمباني كبيرة لكن ما فيهاش حاجة حضرتك ده احنا هنطلب من الدولة ان هي تفعلي المراكز الشباب ديات وتشغلها لي عندي حضرتك عايزين موقف للعربيات تعمل لي تاندا وتخصص لي مكان لموقف العربيات بس في كله الكرة طيب كرة مركز اجا يمكن نصها او اقلم نصها بتطل على نهر النيل موقعها متميز جدا بس معدومة لان هي مش عالطريق فالكرة دي بتنمي المغرب مفيش حاجة ان انا اشغل الكرة دي او الناس تدعم اقتصادة او الناس اه نكون فيه تنشيط طيب فكرت انا في مشروع حضرتك بالنسبة للنقل والمواصلات بالنسبة للنقل والمواصلات انا فكرت في مشروع بخصوص ان انا في مساح ان المشروع دوت هيربط بين احنا عندنا كبر المينيا سامنون بيربط الدهلية بالغربية تمام فاحنا عايزين نعمل كبر الموازي للكبر دوت يربط بين ميت ابو الحارس وابو الصير هيربط الدهلية بالغربية تمام فالكبر ده هينشط لي جميع كرة اللي هتطل عن نيل من جنبين سواء كرة اللي هتطل عن نيل سواء الكرة الغربية اللي هتطل برضو عن نيل يعني هيخدم المحافظتين تمام الكرة ديت من ناحيتنا من جانبنا فيه كرة صناعية في قرية جراح بتصدر برا مشهورة ما تقلش الكرة دي عنده مياط في صناعة الموبيلية بس هي كرة صغيرة فيها مصانع للزجاك فيه كرة مثلا زي طمنامل طمنامل دي حضرتك بلد تيريكو مصانع تيريكو بتصدر برا فيه بلاد كتير مثل الحارس السلامية شبرويش كل الكرة دي بتطل على مين الديرس بيطل على نهر النيل الطرق دي يعني الكرة دي لو احنا عملها الكبري دوت هينشط للتجارة والاقتصاد الناس تقدر تفتح محلات تقدر تفتح مشاريع رحل المكان الميت موقوع متميز جدا لكن معدوم بالنسبة لمحافظة الدقالية مع محافظة الغربية فالكبري ده هيحيي لمنطقة كبيرة جدا هيعمل رابط ما بين المحافظتين هيعمل رابط ويحيي الناس والناس أنا مش طالبة من الدولة حاجة ان الدولة دي الناس دي هتمشط اقتصادها هتعرف تشتغل ازاي طيب اسمحيلي بس ناخد وكمان نطور في النقطة دي نطور كورنيشي النيل بالنسبة للكرة دي لو الكبري اتنشأ والطرق اللي تكون مؤدية من كل الجوانب من الكرة دي للكبري اني هتتسفلت طب نكمل بعد ما ناخد اشان تخدم مع كورنيش اسازة اميرة اهلا وسهلا فضاليا فندم لا اميرة فضاليا اسازة اميرة حضرتك معانا تفضاليا سلام عليك سلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا اسازة اميرة يا تفضاليا حسنبيني بسبر حضرتك اللي تحتلنا الفرصة دي أنا عسان يرحب بالمدام ماروح يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا ليت أنا عاوزك بس اتوقت التلفزيان وتكلمينك من الهاتف ماشي الله يكريمك الله يحفظك يا فقط أيها اسازة اميرة اتفضالي سامعينك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته زك يا أستاذ محمود الله يسلمك أكيد أنا بالرحب مدام ماروح وهي مكان في المكان المناسب إن شاء الله الله يحفظك أكيد طبي أنا عارف أن مركز أجا يعني كله يعني متكاتف وراء الأستاذة ماروح عبد الشافي ولكن احنا عاوزين نقول أن هنا لازم أن يكون الناخب ليه دور كبير أوي في هذه الانتخابات لأن الناخب لازم أن يختار صح صوتك أمانة ولازم أن الإنسان ينزل ويشارك ما ينبعش الإنسان يبقى سلبي لازم أن ننزل ونشارك الإنسان يختار لأن الاختيار الصحيح بيترتب عليه وجود نائب سليم في البرلمان نقدر يقضلنا خدمتنا من خلال هذا الكرسي تفضل يا أستاذة أميرة نحن مش عارفين مدام ماروح النهاردة بس نحن عارفينها من زمان وهي برضك عارفاكم من زمان وإن شاء الله تكون عند حسن ظنكم إن شاء الله نبليتمنى أن هي تكون مرة اشتحكنا السنة دي في المجلس النواب إن شاء الله إن شاء الله شكراً لحضرتك يا أستاذة أميرة شكراً تفضل يا أستاذة أميرة عايزة اتكلم بالنسبة للزراعة عندي هنا أنا عايزة أيها أزود زراعة الرز والأمح والقطن اللي هي زراعة القطن اللي هي مش معدومة اللي هي معدومة مش موجودة لدلوقتي في الكرة اللي هي زراعة القطن كانت بتدخل ربح كانت بتدخل نعملها صعبا كنا بنصدر القطن فده يدعم اقتصاد الكرنيات تمام تاني حاجة بالنسبة للزراعة أنا عايزة أوفر في الجماعات الزراعية اللي مش موجود فيها أدعم مش اللي مش موجود فيها أنا عايزة أدعم الأسميدة الزراعية لما أدعم للأسميدة الزراعية زي الأدوية فبالتالي القدار فبالتالي الفواكه السارع هيرقص لأن التكليفة على الفلع بتبقى عايب أعلمين في الآخر على المواطن طيب عايزين نفعل في الكرة في الجماعات الزراعية الإرشاد الزراع الإرشاد الزراعي لما فعله في الكرة الزراعية فبالتالي حضرتك دلوقتي فيه فئة معينة كبيرة جداً هتشتغل من مؤهلات الزراع تاني حاجة نقطة ينفلح هيتخدم أنه هو هيزرع بطريقة علمية دلوقتي الفدان بتاعه يجب طن اتنين بيكتهد على قد ما عرفته أنه هو بيزرع لكن لما يزرع بطريقة علمية الفدان هيجيب له محصول أكتر فده هيعود عليه بأنه هو يدخل بالنفع عليه وزادة الإنتاج زيادة الدخل تاني حاجة أنه هو لما هتدعم له الأسمدة أكيد سير الحاجة هيرخص فده هيعود على المواطن أسعار الخضار والفكرة فكي يكون رخصها كنا عايزين نتكلم في حاجة تانية حضرتك دلوقتي في عندي من ضمن الخدمات أنا عندي كل قرية بتشتكي ما فيش سناديق أو عايزين سناديق كمامة متجمعة على كل ناس تشارع عديد دلوقتي اللي شغل حضرتك إيه في الكرة يعني فيه وابور من واحدة المحلية بيجيلي بيجيلي يومين في الأسبوع طيب هو بيجيلي يومين في الأسبوع أنا ممكن كمان مش موجود في بيتي أو موجود فالله بيحصل إيه حضرتك إنه هو بيقف في مكان معين ويصفر والناس اللي طلع بالكمامة ترمي إيه الكمامة الله هو يفرد جيه أنا مش موجود طيب الأربعة يام أنا هعمل فيهم إيه عين الكمامة عندي في البيت ليه كلمنا معهم قالوا إيه إحنا عندنا تأثير فين في البوجير طيب إحنا مش عايزين لفكرة البوجير إحنا عايزين على كل ناس تشارع يكون فيه سندوق زي المدينة ده أبسط حق للموافق هو يجي وقت ما يجي شيء للسندوق وخلاص لأن الناس يعني بجد تابت طيب لما بنتكلم على نقطة إسعاف مهمة جداً هو الشعب مش متطلباته حاجة كبيرة يعني هو الشعب يعني متطلباته بسيطة وأحلم وأبسط عيش وحرية وعدالة اجتماعية عيش وحرية وعدالة اجتماعية لما هتوفر لي حاجتين بساج جداً وأنا يعني أرجو أن الرأس السيسيس مع الحوار لما هتوفر لي حضرتك إسعاف نقطة مطافل وحداً محلي الوحدة الصحية يفق فيها ده كترة توفر لي حضيكة أطفال توفر لي ما هو نادي الشباب اللي هو موجود مش بنقول لحضرتك عامل لي ده موجود بس الحاجات دي مش شغالة أنا عايزاك تعمل لي الحضيقة عشان الطفل عايزاك تعمل لي موقف ده العربيات والسوائين تعمل لي موقف بتندق نعم عشان تكدسيات وفي زحان عايزاك تعمل لي سوء تجاري حتى لو هو عشان البعاء الجائلين يبقى فيه نظام وشكل حضاري وناس تشتغل حتى لو بسعر الرمز هيعود برضو على الدولة طيب يعني لما بنقول عربية إسعاف لما بنقول عربية مطافي طيب الإسعاف موجود بس في المدينة حضرتك في القرية لما هي وصل لك ربع ساعة نص ساعة الحالة لحقها ازاي الحالة ممكن تبعايزة سوانة عشان تتلقى نعم طيب نقطة المطافي لما هيجي للمطافي على بعد ربع ساعة نص ساعة المفروض أصلاً الطلبات اللي حضرتك بتطلبيها دي دي أساسيات دي المفروض تبقى موجودة ما نقولش دي مش موجودة وعيزنها في المدينة وفي كل محاولة يعني دلوقتي لما بطلب مثلاً ناق عربية إسعاف ما أنا هاتين المريض في نص الليل أو صحته متدورة في عربية أو عم توصل مستشفى العام طيب نقطة إسعاف نقطة مطافي تعرف حضرتك إيه اللي بيحصل عشان مطافي مش موجود ممكن عمل إسعاف يجي لي بيت واثنين وتلاتة يتحرق وكمان هقول لحضرتك نقطة مهمة يعني أنا في أرض الواقع وأنا بنت القرية وعيشة فيها نعم وعيشت تعبها وعيشت كل ما يدور في القرية ولا أنا بشرحولك ده من واقع القرية مش من واقع مكتب أو عشان كده بنقول إن إحنا عاوزين نائب نائب يمثلنا يكون حاسس بمشاكلنا مش أنا عاوز نائب اللي الناس ينتخبوه يكون موجود متواجد على أرض الواقع نائب يمثلهم بحق عايش معاهم عايش وسطيهم حاسس بمشاكلهم إلا حضرتك بيحصل إيه كالقاتي في نقطة المطافي دلوقت ما فيش مطافي في أي قرية على المطافي يجي لي بيت اتنين ثلاثة يكون ولاء الناس بتعمل إيه حضرتك ممكن واحد يطلع والله دي حقيقة يطلع على البيت يصفر نص الليل نعم فمن الصفارة دي الناس يعرف إن الصفارة دي في حريقة كله يخرج من بيته يعمل إيه حضرتك اللي يشيل حلق اللي يشيل طشت اللي يشيل أي حاجة من أطفاله كله ويعمله طابور ويشيله مياه طف البيوت بتكلميني عن البرنامج الانتخابي وخرجتي من الأعمال الخارية بتاعتك يعني ولا أنت يعني محرجة تتكلمي عنها أنا عارف إن عندك مصنع سجاد وإنك أنت يعني لأ أنا لسه مش عند مصنع ياريت الصوت في الإعداد ياريت الصوت اللي في الإعداد لو سمحتم فضل لأ أنا إن شاء الله لأ أنا مش عند مصنع أنا عند شركة لكن من قبل الكورونا كنت أبدأ التصنيع سواء بالداخل أو بالخارج لكن لما جي وضع الكورونا حال البلد فقلت نأجل موضوع التصنيع شوية لغاية موجة الكورونا متعد فإحنا قريد إحنا بنعمل عمالة خيرية بالنسبة للعرائص الأيتام الحمد لله اللي بنقدر عليه بنجهزها في السجاد تاني حاجة المسجد اللي هو محتاج في مناطق معينة ومحتاج سجاد أنا بفرشه ومشارطة بدايرتك يعني المسجد في مصر كلها إنما أنا لما كتبتي ده في البنامج الانتخابي بتاعي فكتبته عشان يكون على نطاق واسع وإن الناس تعرف إن أنا عاملة دوت أو هفعاله أكتر بصورة كبيرة مع بداية التصنيع إن أي مسجد في مصر يحتاج سجاد أنا أفرشه أي عروسة يتيمة يريد تقارضمنا الفيديوهات بتاعة الأستاذ المروح هنقدر إن إحنا نجهزا إن شاء الله طيب عندي في النقل والمواصلات نسيت أتكلم على حاجة كان فيه عندي من فترة من سنين أوتوبيس مرفق المحلة تمام أوتوبيس ده كان محل أجه السنبلوين أجه أجه الجامعة الديرس إحنا عايزين الأتوبيس ده يرجع تاني بوفر وقت بوفر مجهود أنا عاوز أقول إن المطالب بتاعتك ده جميع مطالب شعبية هتخدم كل الديرة هي هتخدم كل الديرة يعني تاني حاجة حضرتك إنها هتوفر لي يعني أنا عشان حد ياخد توكتوك من بلندو للمدينة النهاردة بكم حضرتك 50 جنيه طيب مين هياكل وش أبو ولا يصرف على توكتوك طب إنت مقدرتك هتاخد توكتوك ب50 جنيه غيرك عايز ياخد تسكاره ب5 جنيه فلازم ده كان عامل لي يعني كان موافر جامد موافر وقت موافر موعيد موافر حالة مديية كؤسة جدا ده مش موجود في الوقت الحالي نيائي طيب في عندنا خط سكة حديد بيربط المنصورة بناها ده لو إحنا عايزين نمده مت غمر كفر شكر بناها تمام يبقى كويس جدا لو هو مدلي شريط القطر ده احنا قدمنا ما شاء الله في جهد بتاعتك والشعبيتك ده المؤتمر المبشرة بالخير أتكلمني كنا ده المؤتمر كان معمول قهر القيرة ميت أبو الحارس كنا هنعمل مؤتمر على أوسع نطاق كان في دايرة أجا لكن لظروف معينة دواعي أملي اتلاغى المؤتمر أنا بردك النقطادي فعلا لما كلمتني عليها الأستاذة مروة أنا عاود أقول كان المفروض يكون يوم الخامسة اللي فات أزماني يكون فيه مساواة ونقف على حد سواة بين جميع المرشحين لأن هم شافوا في أن فيه حصل في المحافظات التانية فقال لك ممنوع مؤتمرات وكان متجهز له وكنت وعد أهل الدائرة كلهم أن ده يكون مؤتمر على أوسع نطاق هنتكلم فيه عن البرنامج هنوزع البرنامج فيه لكن ما حصلش طيب تسمحي لي ناخد المكالمة دي الأستاذ محمد محب اتفضل أهلا يا أستاذ محمد اتفضل الصوت طيب ماشي اتفضل يا أستاذ فبالتالي أنت يعني حضرتك لما هتفعل كل الحاجات دي حاجات بسيطة جدا حضرتك لو شفت المؤتمر ممكن تجيبونا المؤتمر تاني لو سمحته اتفضل اتفضل يا فندي المؤتمر لو سمحت الصورة بتاعت المؤتمر اعرضوها طيب اتفضل يا فندي طيب أنا عاوز أقول لي الأستاذ مروه عاوزين النصيحة اللي بتوجيها للمرشح والنفسك أولا أقول للمرشح أقول للمرشح الناس اللي انت أهل الدير دول اللي انت خبوك واقعدوك على الكرسي انت حلفت يمين ان انت تخدمهم دي أول حاجة فلازم تراعي ربنا فيهم أكيد وبقول مش كل مرشحين في مرشحين لهم كمة الاحتراء وفي مرشحين أنا ناس بزعلانة وتقول مجرد ما عاد على الكرسي غير تليفونه فدي حاجة بجد بجد تزعل أنا برضك فيه بستأذنك أنا فيه حاجة عاوز أقول عليها بالنسبة للمرحلة الأولى اللي تمت عندنا جميع المرشحين كل الشكر والتقدير ليهم ببدأ الأول بالذين لم يحالفهم التوفيق انتوا عملتوا اللي عليكم قديتوا دوركم نزلتوا ما نجحتوش أو ما حلفكمش الحظ دي مش نهاية المطاف لكن عاوز أقول إن كانت انتخابات مشرفة كانت انتخابات كويسة الناس نزلت والناس شركت وبقول بقى للناس اللي الحظ حلفهم والتوفيق حلفهم وربنا قضى ليهم إن هم يكونوا موجودين في المجلس اتقوا الله في هذا الشعب اتقوا الله في هذا الشعب إن ربنا قال وداء على لسان سيدنا النبي في معنى الحديث اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فشقق عليهم فأنت أمانة ربنا جابك في هذا المكان لخدمة هذا الشعب فضال يا أستاذ المال عايز أقول حاجة الناس اللي انتخبوا النائب دولت مطالبه هو النائب بالنسبة للشعب إيه أو عرف النائب النائب أنت حضرتك همز الوصل بينه بين الحكومة والشعب نعم أكيد دي حاجة مهمة جدا طبعا تاني حاجة إن الناخب لازم يختار المرشح اللي هو يقدر إنه هو يقدر يمثله تحت قبة البرلمان لأن المرشح مش بس خدمات اللي يقدر يطالب النائب مش خدمات بس النائب لازم يكون فعال جوه المجلس تحت القبة إن النائب ده هو اللي بيشارك في القوانين اللي هي بتعود عليك كم مواطن وتطبق عليك سواء بالسلبة أو الإجابة طب اسمح حينا ناخد المكالمة دي الأستاذ الأستاذ عادل عبدالشافي تفضل إفنديم سلام عليكم إزاي كي أستاذ عابد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم رحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا عابد كل سنة حضرت طيبة وبالتوفيق يا رب إن شاء الله وحضرتك طيب وحضرتك طيب سلام عليكم أستحالك المترشحة عن مجلس النواب عن دائرة أجه بالنسبة للبرنامج عن الدائرة وعن ميتاب الحارج خصوصا من قرية ميتاب الحارج البرنامج بتاعها صراحة نزلت على مستوى المركز كلمت عن الصح تعليم النظافة في بعض المشاريع على مستوى المركز على مستوى المركز عموما وعلى مستوى القرية الخاصة المهم يا حاج عابد عاوزين يكون لكم دور دور إيجابي عاوزين الناس تنزل وتشارك لازم يا جماعة ما ينفعش إن احنا تكون سلبيين أنا أنزل وشارك واعمل اللي علي احنا هنشارك إن شاء الله بكل بكل قوة إن فقدوا السجد في الوقت وبإذن الله إن شاء الله هتلقينا كلنا في ظهر النائبة بتاعتنا بتوصل صوتنا صراحة للسادة المسؤولين على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظة تمام قبل ما تخش قبل ما تخش المجلس وقبل ما تترشح أساسا تمام يعني صوتنا بيوصل عن طريقها قبل ما تترشح وقبل ما تنزل وقبل ما تفكر في مجلس النواب تمام بس نزولها في مجلس النواب ومشاركتها في مجلس النواب تمام الصوت يوصل القضايا بتاعتنا توصل عايزين صوت الناس اللي موجودة المشاكل بتاعتني المشاكل اللي على أرض الواقع بتاعتنا تنزل توصل للمسؤولين ويسمعوا صوتنا أكيد يسمعوا صوتنا على الطريق وده بقى لما عاوز أقوله لازما الناخي بيعرف أنه عليه دور مهم دور فعال في اختياره أكيد أكيد المرشح اللي هيمثله أكيد 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 اللي بيوصل صوتنا اللي بيوصل صوتنا اللي متواصل مع الجماهير اللي متواصل مع مشاكل الجماهير هنا على أرض الواقع على أرض الواقع مش كلام مش في المكاتب مش قاعدين في المكاتب مش عاملين قاعدين في أماكن بعيدة خالص عن مكان الدائرة بتاعتهم لا النائبة مروه متواجدة مع مشاكل البلد نفسه جزء من مشاكل البلد نفسه يبقى احنا كده متأكدين ان الصوت بتاعنا هيوصل و هيوصل صح و هيوصل في معاهده و هيوصل مضبوط للمسؤول ان شاء الله شكرا يا سيد عابد شكرا لحضرتك سؤال اتسألته في المؤتمر ارجو لحضرتك لو تارد نقات من المؤتمر او مقاطع منه في حد سأل و قال لي الدولة مش بتعمل لنا حاجة رديت عليه و قلت له لأ الدولة ما تعرفش عنك حاجة الدولة زي ما بتعين لك عمدة زي ما بتعين لك غفير زي ما بتعين لك مأمور اسم يشوف امن و امان الدائرة زي ما هي ضمنت لك النائب بأورقة ترشحه انه هو لائك فدورك انت هو الصندوق فانت اللي بتجيبه بالصندوق فما تقول لي الدولة ما عمتاكش حاجة لا الدولة ما تعرفش عنك حاجة ما سامعتش صوتك فالنائب هو اللي بيوصل صوتك تاني حاجة النائب بتاعك ما وصلش صوتك فبالتالي انت بلدك زي الفل مش محتاجة حاجة لان النائب ما طالب لكش انت عايز اسعاف عايز مطافي عايز ده عايز ده لان هو كان مشكلته احنا كلما بنعمل حاجة بنعملها جهود ذاتية يعني عندي انا بلدي مثلا من سنين ما كانش فيه مجاري المجاري احنا مدخلين جهود ذاتية كل بيت المشروع هيكلف ايه كل بيت يدفع المبلغ ده طيب احتاجنا نعمل معه الديني حد تبرع بالارض وحد تبرع كم طن حديد وحد تبرع بكم طن اسمنت وكده وعملنا المعهد الديني جهود ذاتية جهود ذاتية كل الكرة في دايرة اجا شغالة جهود ذاتية يا اما ناس اللي من بعضها نعمل مشروع نعمل مشروع محتاجين مدرسة للولاد محتاجين حاجة والكرة اللي مش قادرة حضرتك ما هي ما بتعمل شي لان ما فيش اللي يتبرع لها اه تاني حاجة احنا عايزين كل الطرق المؤدية في الكرة دي انها تستفلت لان بتعمل حوادث جملة جدا في المطر يعني الولاد بروحوا ازاي بالعربية فيه ولاد بيراخدوها ماشي لغاية المدرسة فيه طرق بايزة فيه طرق مش مش مستفلتة اصلا كمان فلازم ان يتستفلت انا مطالبي كشعب انا مش طالب من الحكومة حاجة كبيرة انا انا شعب الناس اللي شفتهم حضرتك دول في المؤتمر هما دول اللي نزلوا في تلاتين ستة هما دول اللي نزلوا وشعلوا كفانهم على قديهم وقالوا وكان ممكن مايرجعوش بيتهم تاني اكيد تمام الناس ديات اللي نزلوا في تلاتة سبعة وقالوا نجيب حقهم يا ايه لنموت زيهم لنموت زيهم الناس دول اللي ابنهم بيجي من الجيش ابوه امه بيطلع ممكن يشتغل بالأجرة في الأرض عشان اوفر لابني متين جنيه ولا مين جنيه ياخدهم وصلته وارجعكش ودي حقيقة دي حقيقة انا بنقلها لك تمام الناس دي مش مطالبها كبيرة انا عايز لما اتعب اسعاف جنبي انا عايز لما بيطي يحصل فيه حاجة وانا نايم مطافي جنبي تمام انا عايز المواطن يحبي بلده يحبي بلده حضرتك ازاي زي ما انا بحفظه لما يلاقي الخدمات موجودة فيها انا بحفظه في المدرسة نشيد يا بلادي يا بلادي نعم هل انا احبي بلدي نشيد وطني انا مش ضد الدولة ومش ضد الشعب انا مع الحق انا مش عايزة ينمو في حد بيحفظه ايا كرآنية بيفاهمها له فصاره له تفسير غلط فيطلع لي ارهابي بحجة يا البلد بتعملك حاجة وفعلا هو كده شايف البلد مش بتعمله حاجة لان فيه فجوة فيه فجوة كبيرة جدا بين الشعب وبين النائب نقص حمزة الوسط اللي هو الشعب والنائب والحكومة ايا كان انا ما بتكلمش على دايرة اجا انا بتكلم على مصر كلها نعم فيه فجوة بين الشعب وبين النائب وهو متسبب النائب في فجوة وبين مين حضرتك اللي لازم رئيسنا السيسي انتبه لها لا لازم انتبه لها لان دون قطة جامدة جدا اعمل فجوة بين مين حضرتك ده بتترجم في ايه نعم بين الشعب وبين الدولة اكيد لان حضرتك انا فهمة حضرتك فهم غير بيقول البلد مش بتعمل لنا حاجة نعم تمام لازم الناس دي تحس ان فيه تغيير بحاجات بسيطة مش مكلفة هو مش عايز يبع عنده برج ايه في الكارية بتاعته نعم هو عايز امي تعبانة بالليل اقدر اقول لي سعفت على امي اروح المستشفى على رب الساعة مطالب مشروع عمون عايز ابني اما بيقرق يلعب في الشارع او باسمه الفاظ بزيئة يلعب في الحديقة وهيطلع يقول الفاظ ما ينفعش تتقال او عربية او تكتك يغباطه يموت عشان بلعب في الشارع او مش عارف يلعب او محروم من الالعافة بتفرج على التلفزيون ونفسه بقى فيه عنده بنينة زي استاذة مروى طبعا البرنامج بتاعك برنامج مشرف وجميل ولكن عهدنا ذلك على جميع النواب في السنوات السابقة ونيجي بعد ما نخشي المجلس كألم شيء يكون خلاص هل الاستاذة مروى البرنامج بتاعها نوية ان شاء الله تطبقه على الارض الواقع ان شاء الله ولا مجرد ان انا طلعت في التلفزيون وقلت البرنامج بتاعي علشان اجذب لي الناخبين لا اكيد ربي كرم وارد لنا الخير ودخلنا اكيد هسعى اكيد هاجتهد لكن لان انا حاسة بالناس انا عارفة مشاكلهم وحاسة بيهم والبرنامج ده انا يعني انا كتبته او انا فكرت فيه بناء عن احتياجات الكرة كلها محتاجة ايه ولازم يكون فيها تمام فالبرنامج ده انا ان شاء الله من بكرة لغاية يوم الصمت الانتخابي هنزل الكرة كولاد هنضوك صمت الانتخابي يوم السبت ان شاء الله واحد واحد عشر واحد عشر البرنامج ده هتوزع على الناس اه انا اتكلم معهم لازم يقروا لازم يعرفوا لما تيجي تسال حد فكاريته انت محتاج ايه هيقولك اللي انا هيقولك انا عايز السعفة هيقولك انا عايز موطة فيه نازل احلامها بسيطة جدا عاوز مستشفى اقولك انا عندي وحدة صحية عاوز مدرسة بس ما عنديش دكتور انا يعني اعمل ايه بالوحدة الصحية طب فيه دكتور تخصص معين طب فين التخصصات طيب احنا قدامنا استاذة مروى البرنامج الانتخابي بتاع الاستاذة مروى علشان بردك اللي ايه اللي ما اراهوش يتفضل هيقراء طبعا واللي ما كانش موجود معانا وبيسمع الوقت الاستاذة مروى هيشوفه ان شاء الله بعدين ويسمع بعدين ان شاء الله طبعا عندي كمان لما بتكلم عندي في الوحدات الصحية انا محتاجة يكون فيها حضانات حضرتك عندي حضانات في المستشفى العام طيب كمان لما بتروح انت حضرتك لو المدام ولدت بورها عند دكتور بتدور لك على المستشفى يكون فيها حضانات خاصة الحضانات الخاصة بتكلف كم النهاردة في اليوم الطفلة يدفعه لألف ونص هل الأب هيدفع للدكتور كام والولد قاعد في الحضانة كام يوم كام ألف جنيه هل هو تقطع وما قدرته الكلام ده ليه ما يتنفررش حضانات بزيادة ليه الوحدات الصحية ما يكونش فيها حضانات طيب نستسمحك ناخد المكالمة دي الوستاذ طه عبدران اتفضل يا فندم السلام عليكم زكاس محمود وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك أولا سعيد باللقاء الجميل واللقاء المحترم وانت أصلا معروف عنك يا سيد محمود انك دايما بتجي على القضايا المهمة للدولة وانت أحسنت الاختيار النهاردة بالنائبة بتاعتنا اللي شرفت بلدنا اللي كلمت كلام مشروع وأحلام مشروعة لنا والأهل قريبنا جميعا أنا عاوز أبلغ سلامي لمحافظة إده أهلية بالإجماع ربنا يخليك وصلت محافظة عريقة ومحافظة أولادة يعني وصلت بالفعل سلامك وسعادات جدا بالدكتورة مروة والأستاذة مروة وطلبتها اللي قالت وعبرت عن جميع القرى أجا مش عن قريتها بس وده مش جديدة عليها طوالي هي خدومة وفخر عائلات عبد الشافي وفخر عائلات ميتة والحارس للأجمع كلنا النهاردة مش عاوز أقولك الصورة الجمالية اللي من خلينا كلاتنا عادين قدام شاشات التلفزيون من صنظرين اللقاء لأننا نعلم كويس اللي فيه إعلامي محترم اسمه محمود اللي النهاردة يكون ضيف عديد علينا وعلى الأستاذ المروة وعاوز أقول حاجة بس بسيطة اتفضل هي ما خلت لناشي أي حاجة نقولها يعني هي قالت كل حاجة شكرا ولمست كل ظروف القرية شكرا قريتها هي من زمان من صغرها وشافت أن فيه رجل عملاق اسمه الحج عبدالهادي عبدالجواد كان هو ده المرشح الأول والأخير عن ميتة أبو الحارس الراجل ده عمل إنجازات للقرية بفضلها النهاردة احنا عايشين هي قالت عاوز أكمل المسيرة عاوز أكمل الحاجات اللي تركها الراجل العملاق ده في يوم الأيام فما نزلت قريتها وقالت يا جماعة أنا رشحت نفسي لأجلكم لأت كل البلد حوالين منها هيدعموها ويسندوها لأنها ببساطتها لأتقول لمعها إمكانيات مالية عشان تشير أصوات ولا غيره لا هي داخلة ده مش مبدأي ده مش مبدأي ده مش مبدأي ده مش مبدأي بدأت من الصفر يعني مؤسسات المروة كربت بدأ من الصفر ويما قالت هترشح بالانتخابات لجأت لأعمدة أساسية في البلد اللي أستاذ محمد محب اللي الخط قطع معاه هو ده الشخصية اللي موجودة في البلد بتشوف جميع مشاكلها أستاذ محمد محب ده شخصية عملاقة معروف زي النور وزي مش هقول لك يعني يعجز الكلام يوصف الشخصية دي هو مجرد ما جاء اتصل بي وقال لي الأستاذ المروة على التلفزيون قلت له إحنا كلتنا معاها بدون دعاية إعلانية بدون أي حاجة لأننا نعلم أصلها ونعلم تربيتها وعرع علينا إن احنا يكون بنتنا مطرشعة ونفكر في أي حد تاني يحل محلها شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك اتفضل يا أستاذ أنا كنت هتكلف نقطة مهمة لما قلت أنا مش عايزة أحفظ الطفل بس يطلع حافظ بلادي بلادي أنا عايزة لما حد يقول له البلد عملت لك إيه أرد عليه هو اللي يرد يقول جابت لي إسعاف جابت لي مطافي عملت لي حديقة عملت لي نادي ألعفية حاجات بسيطة ما تكلفش الدولة حاجة عايزة أقول له لما حد يغرغر بيشاب يقول له أعمل البلد عملت لك أعمل حاجة مش كويسة يقول لي لأ ده البلد وقف الجنبي نقطة مهمة أنا عايزة الناس في زي ما أنا حضرتك بتاخد مني جنيه ضرائب زي ما لازم الجنيه ده يعود علي خدمات طيب عايزة شهر ثلاثة واحد واثنين وثلاثة بيجم للضرائب برضك في نقطة كمان مهمة أوي أستاذ مارو أنا أكمل البلد أننا عندنا بطالة عندنا الناس اللي هي تخرجت دي أنا في كان فيه موضوع كنت كلمت فيه الدكتور علي عبدالله اللي هو مدير المركز المصري للعلاج ومكافحة الإدمان عندي طبيبة بطارية متخرجة من 2010 وخالي الدبلومة في التحليل 2013 وإلى الآن لم توظف يعني عندنا يعني الحاجات دي بنعالي منها كتير سواء برضك عندنا الكادر المدرس لوقتنا هذا برضك فيه فجوة جاملة فلازم الحاجات دي تخليها ضمن أولوياتك في نقطة البطالة إحنا في نقطة البطالة كلمة في حاجة مهمة أولي لو أنت فعلتلي الجماعة الزراعية فأنت شغلتلي كام خارج من كلية الزراعة على مستوى الجمهورية ده هيقدم كمان الفلاح أن هكلمك بالعمية اللي بيزرع بيقول الزرع السنة دي صحة الزرع السنة دي خيبة لا هيزرع بطريقة علمية وهيطلع علي محصول زي الفل هيعود علي اقتصاديا وهيعود علي أن السلعة يكون رخيزة طيب لما قلت أنا عايزة أحب الدولة أنا ما قلتش أنا أكيد لازم أحبها بلدي وضوطني فلازم أحبها بخدمات اللي هي بتقدم للدولة مش حب الدولة هو بلادي بلادي وحفظ الأنشيط وشعارات لا أنا عايزة أحبها وأنا بيتي بيتحرق لقيت مطافي جي طفل بلدي لما ابني ما معانيش فلوس لقيت حضانة لما بنتي راح المدرسة ما فيش أسفل تفاويتك كسرت وزحلقت لأ لما ابني ممكن إحنا بردك عايزين نفعل دور المدارس في الكرة بردك النهاردة نقطة مهمة كنت أتكلم فيها حضرتك لما قلت أنا عندي شهر واحد واثنين وتلاتة هم الضرايب العامة تمام أنا عايزة الشعب يحب البلد لأستنى أنا الثلاث شهور دول وجون من جهز فلوسي عشان أدفع الضرايب تمام أحبها إزاي حضرتك لما أنا عارف إن الجنيه ده أنا هروح أدفعه ضريبة فعارف إن الجنيه ده هيعود عليه خدمات أكيد فأكيد أنا مش هستنى أو يعتمد لمخالفات أو غرمات عشان الضرايب ما دفعتهاش فهشجع المواطن إنه هو يروح يدفع الضرايب لأنه عارف الجنيه اللي بيتفعل الدولة هيعود عليه خدمات وهيبقى سعيده مبسوط بالجنيه اللي بيتفعل الدولة طيب بسمحيلي ناخد الأستاذ محمد بهجة اتفضل يا فاندي يا فاندي السلام عليكم السلام ورحمة الله إذاك يا أستاذ محمد إذاك يا أزمحمود إذاك حضرتك هلو أتفضل يا فاندي أزمحمود حضرتك معنا اتفضل يا فاندي لحد بياس يا بياس بياس Les Danielle الأستاذ أمرو إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أستاذ مروه ربنا يوفقك وتضبط البلد أستاذ مروه في الأسفال في الواحدة الصحية تجينا جاهز أسنان وملكيش بركة للبلد وإحنا كنا وراك قلبا وقالبا إحنا عاوزين أهم حاجة أهم حاجة أن يكون في وعي في عملية الانتخاب يكون في وعي الناس تنزل تنزل وتشارك لأن صوتك أمانة صوتك أمانة فاعطيه لمن يستحق لازم كلنا نخرج نقول رأينا لازم إحنا اللي نجيب النائب في الصندوق حضرتك الأستاذ مروه إحنا عارفينها من زمان ومحترمة أخلاقيا وكل حاجة جميلة فيها وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يوفق إن شاء الله شكرا لحضرتك شكرا أنا عاوز أقول السؤال بقى لحضرتك أو النصيحة اللي توجيها للناخبين تقول لهم إيه أقول له فكر واختر صح أقول له صوتك أمانة أقول له العشرة جنيه والعشرين جنيه والمية جنيه اللي النائب بيدفعها عشان نشتير صوتك هو قاعد على الكرسي خمس سنين المية جنيه اللي بيدفعها أنا ما بتكلمش كأجا أنا بتكلم على مستوى مصر تمام هتعيشك يوم هتعيشك يومين أنت ميت خمس سنين أنا كمان فيه نقطة عاوز أقول عليها خمس سنين هو قاعد على كرسي حضرتك اسمحيلي فيه نقطة عاوز أقول عليها ونوه عليها أن المال السياسي لما بيخش في أي عملية بيفسدها والنهارده النائب اللي ادالك تمن صوتك أكيد حضرتك مش هتقدر تروح له المقر بتاعه وتطلب منه خدمة لأن قردي أنت خدت تمن صوتك خلاص أنت قدت لخدمة خدت تمنها فلازم أن يكون عندنا وعي ما ينفعش أن نحن نبيع أصواتنا لازم أن نختار صح لازم أن ننزل لازم أن نشارك نشارك علشان يكون عندنا مجلس قادر على اتخاذ القرارات فضل اليابان أنه يختار النائب كمان لمثله مش نائب خدمات لا ده نائب بيمثله تحت قوبة البرلمان ودوره هنا خطير جدا لأنه هو بيشارك في القوانين اللي بتعود عليها مواطن زي قانون التصالح وحضرتك شايف إيه اللي بحصل لازم يكون نائب فعال تحت قوبة البرلمان أنا لما كلمته حضرتك وأقول لازم أحب البلد لا أنا أحبها بالحاجات البسيطة بالخدمات باللي حضرتك شفتهم دولة هما في التقرير بتاع المؤتمر هما دول الشعب هما دول حقيقة مش الشعب هو دول في أمعينة اللي لابس بيدل وقعد في القاعات لا هما دول الشعب هو أبويا وأخويا هو جاري هو ابني اللي حضرتك شفتهم في المؤتمر دول نعم لما مش هو الشعب اللي لابس بيدل في أمعينة وأعدى في قاع لأ هما دول المنبع هما دول اللي بيطلع لهم هما دول اللي محتاجين النائب أيوة هما دول اللي محتاجين النائب هما دول اللي جروا على السنادق وانتخبوا رئيس السيسي هما دول الناس هما دول اللي ممعوش جنيه وخد عربية واشترك فيها وطلع على التحرير عشان أساهم في جمة التحرير أو إنه تلاتين ستة أو تلاتة سبع في التفوض ضد الإرهاب ما يجيش النهار ده مشاكله عويصة وحاجة بسيطة جدا مش هتكلفنا حاجة ولا هتكلف الدولة حاجة تمام لما هقول دلوقتي أنا عايزك تحب البلد أنا عايزه يحب البلد بالخدمة اللي بقدمها له أنا لما حضرتك يجي للبيتي أو لشأتي أو لمعراضي وحدة محلية هكلم في نقطة معينة حضرتك دقيقة وحدة علشان خاطر هنختم تشكري بيهم بقى دقيقة علشان هنختم خلاص تشكري بيهم السادة المشاهدين أنا بشكر أهل بلد جدا وبشكر أهل الديرة بصفة عامة لسي قطن فيها حالفنا الحظ وخط المرحلة الانتخابية أكيد إن شاء الله أكون عند حصن ظنهم إن شاء الله وربنا أقدر لي في الخير إن شاء الله في نهاية حلقتنا طبعا الكلام هو بس في الحلقة دي خلص ولكن لسه المواضيع كتيرة وقدمنا إن شاء الله معاكم في برنامج كلام سليم هنناقش كل الملفات ما فيش ملف هنسيبه وهنقول الكلمة اللي ترضي ربنا أولا لأن لازم الإنسان يقول الكلمة اللي ترضي ربنا لأن ربنا هو اللي بيحسبنا وحديث سيدنا النبي من أرضى الله في صخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس في صخة الله ساخت الله عليه وأسخت عليه الناس أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا كل الشكر والتحية الأستاذة مروة عبد الشافي شكراً بشكر حضرتك وبشكركم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته